بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لو ما لا سهل إلا ما جاءته سهل لأنه بقدرتك تجعل الصعبة دا شئت سهلة انا بك في المؤتمر السلوي لتغطية ودارة المشروعات اللعم الرابع اشكر كل القوامين عليه المؤتمر تال سنة الفاتحة نجاح جميل والناس كتير استفادت منه انا استفادت منه كتير جدا وكان فرصة ان انا اتعلم من اسات ذاتي والسنة دي برضو فيها سنة حلوة انا منتظر ان انا اتبحها واسمحها ان شاء الله بشافة وطالة محضرة في المؤتمر بإذن الله النهاردة هنتكلم عن البيم ودارة المشروعات ازاي هنستخدم البيم في ان احنا ندير المشروع طيب تعريف بالمحاضر عمر سليم كاتف بيم عربية محب لمجال البيم النقط اللي هننتكلم في النهاردة ايه هو البيم الفوائد البيم ايه هو البروجيك كنترول ايه الفوائد اللي هنستفادها في البروجيك كنترول اللي هنستخدمنا البيم ايه هو البيم اللي دخلت على الانترنت هتلاقي الاف التعريفات تقريبا ما فيش حد شغل في المجال غير لما عمل التعريف خاص به لان البيم كبير فكل واحد بيبصره من الزاوية بتاحته يعني المعمري بيبصره من الزاوية الانشاء بيبصره من الزاوية الامي بيبصره من الزاوية الماج بيبصره من الزاوية المقاول بيبصره من الزاوية كل واحد بيبص من الزاوية اللي هو يستفد منها في مجال البن وممكن نقول بس تعريف بسيط كده يعني اللي هو تمثيل لخواص المبنى بحيث ان تبقى موجودة بحيث ان انا قادر اتحكم في المشروع اي معلومة عوزة اقدر اوصل لها اثناء التنفيذ اثناء البنى وتنفيذ المشروع وبعد ما البنى بيخلص وبشغل المبنى بقدر يستفد من المعلومات دهية طوال حياة المنشأة فهو مفيد جدا او ممكن نقول يعني نحاول نقولها بالبعد بحيث يوصل للمعلومات الناس كلها اللي هو ان انا هعمل موديل يكون في كل المعلومات اللي انا محتاجها موديل ثلاثي الابعاد لازم يكون ثلاثي الابعاد وبعد كبه بده يفعل البعد الرابع والخافس والسادس بحيث ان هو مش مقرد ثلاثي الابعاد وخلاص لا ده يازم بقى فيه المعلومات لازم يكون اساسي فيه ان انا اقدر اعمل سيلكت على كل انصر فيه اعرف المعلوم بتاحته يعني لو انا عملت كليك راح ما عمل لي سيلكت على بابنا كله ده ما يبقاش كده موديل تمام مهما كان السوفتور المعمول بيه احنا ما مكانش في السوفتور بس لو وجيت عملت سيلكت على الموديل لازم يكون اقدر اعمل سيلكت على الحائط على الباب على الشباك على اي حاجة يجب لي المعلومات اللي انا محتاجها عن الانصر دوت ولازم يكون التعدلات بتحصل مع بعض يعني لما عدل في البلان اوتوماتيك تعدل في السيكشن لانه بش كل فيو مفاصل بزيارة بش السنان الابعاد ده هو كله مرتبط ببعض نحيس ان انا لما عدل في البلان انت عدل في السيكشن انت عدل في السيكشن انت عدل في السكادول كده يبقى بنتكلم في الباب تمام؟ خلينا نشوف اختصاره بلدنج انفرميشن مودلينج دلوقتي بقت بلدنج انفرميشن مانجيمنت ادارة معلومات المبنى او ادارة معلومات المنشأة لانه هو بش مجالة بودل لا ده احنا المدابة اكبر مكابه كتير ان انا ازاي استخدم المعلومات بتاعت المبنى في ادارة المبنى نفسه خلينا نفكر الباب دوت عامل زي لعبة ليجو بس اللعبة زكية فيها كل المعلومات اللي انت محتاجها يعني كل عنصر بتحطه في كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها وما فيش قطع نقصة وانت بتجرب عالكمبيوتر فلو في اي مشكلة بتقدر تحلها اسناء اللي هي بعد الكمبيوتر بش اسناء التنفيذ بتلاقي في مشكلة هي دي الفرق بين تقنية البيم وتقنية الكاد ان العناصر بتاعت البيم عناصر زكية جدا عناصر متفاعلة مع بعض يعني مثلا في الكاد في البلوك وفي ديناميك بلوك الديناميك بلوك اسكب كتير من البلوك وتقدر تحط فيه كذا حاجة ممكن تحط كذا باب بكذا مقاس بس الباب ده بش بيتفاعل مع الحائط لان الحائط عبارة خطين فهو بش فاهم ايه خطين دول انما هنا لا هو فاهم ان ده حائط ورخاص معينة في اوتوماتيك اول ما بتحط عليه بيبدأ يفتح فيه اوبنينج فالتكنولوجي بتاعته جميلة جدا بيتوفر علينا وقت وبتعمل شغل كواس جدا بتبحث ان انت شغال في العالم الحقيقي وبتبقى مستمتع يعني فيه ناس كتيرة مثلا بتقول لي احنا عايزين نشغل معك بدون مقابل بس المهم ان احنا نبدأ ندخل في التكنية ديت لان بيحس بمطع واشغال انا نمس بمستمتع وانا شغال بتكنية البيم لانا راح بيحس انه بيعمل حاجة كواسة جدا ولو كل حاجة حطتها مظبوطة وخلصت اللاعبة مظبوطة يبقى انت كده عملت الموض المظبوط مدى ما فيش اي بلوكة زيادة ولا نقصة تخيل البلوكات ديت فيها كل المعلومات بدل ما انت عمل كل المحاجات تقف قدامك تلاقي الملفات عندك كده وتروح لمدام معنايات ولا مدام فتكات تقولها في الورقة وتروح تدور عليه لا اهو كل حاجة بتعمل على سلكت يقولك الخاصات باعتها كلها ايه وهتيجي امتى وهنستلم امتى والخاص بتاعتها ايه كل الخاصة اللي انت عايزها ممكن تكتبها في العنصر نفسه فده بيسهل ان انا قدر احصر على المعلومة خلاص ما بقاش في ان انا تايه وش عارف لا هو بيفيد في درس المشروعات لان المدير بمحتاج ان هو يحصل على المعلومة اول ما تعمل سلكت اللي عود دوت هتعرف كل المعملات الموجودة في الملاف دوت هتلاقيها موجودة فده بيبكى انك انت بقعت في شغل حقيقي وتقدر تجيب التكلفة الحقيقية او تقدر تقيم التكلفة وتقدر تشوف اي معلومة انت عايزها ممكن مثلا الحاجة دي تشوف تدوس عليها تشوف صورة للشغل حقيقي عامل ازاي ليه البم مهم طبعا كل واحد ليه وجهة نظر ولقينا رؤساء دول كبار جدا نتكلم عن موضوع البم لقينا المينستر اوف كامنت اوفيس في بريطانيا بيتكلم عنه بيقول ان البم لازم الحكومة تدعمه وهي فعلا دعمته بقى اجباري من ابريل 2016 وده بيفيد جدا في تنظيم المواد الخام تنظيم المواد هتجي امتى المشروع الحاجات اللي احنا محتاجينها ما بنستهلكش اكتر من اللازم لان الزيادة دوت بشحقنا ده حق الاجيال القادمة يعني الاجيال القادمة اللي حق علينا ان احنا ما نستهلكش موارد اكتر من احنا محتاجينها ولا ناخد كروت هم اللي سددوها فده لازم نكون نراعيينه في الموضوع دوت واعتماد البم هي هينقل نقلة حلوة لبريطانيا بحيث انها تقدر توفر خميات وتبقى كويسة وتقدر تقود العالم نحو البم ففيه ناس كتيرة مهتمية بالبم وفيه دول كبيرة جدا ويعني من اكتر دول ايتمام بالبم بريطانيا والدول السكندلفية وسينغافورة استراليا وفيه فرص كتيرة جدا اللي يدخل في مجال البم بسرعة ان هو يلاقي فرصة في الاماكن دي لان اللي حصل ان فيه فيه عجز في البلاد ديت في الناس اللي فهم بم فبقدمك فرصة تمام فقدمك فرصة ان انت سافر هناك تعال نشوف الفيلم دوت عن فوائد البم بعد ما تعرفنا على فوائد البم من وجهة نظر اقصر من فئة خلينا نبص كده على الصورة ديت ده صورة لسيكشن ثلاثة الابعد انت تعتقد ده لو هتعمل بالكاد او بالماكس هيخذ وقت تديه بالفرض ان انت عامل فعلا معك البلاينات ومعك كل حاجة بس محتاج ان انت تعمل سيكشن ثلاثة الابعدة عشان تقريه للعميل او تقريه لأي حد ده بيتعمل فيه البم بدغط الدرار واحدة تمام لان هو عنده كل المعلومات لان التقنية مختلفة التقنية مش لوح مفاصلة عن بعض لأ ده هو كله مرتبط بعض وفي معلومات قيمة هو بستفد منها ففي اي وقت عايز تاخد اي سيكشن بيعملها في ثانية عنده المعلومات ما عنده سيكشن ده موجود في اي مكان بالزبط فبيقدر يجيب لي المعلومات دي زاد ان هو عنده معلومات اصلا لو انا عملت سيلكت على ايه عنصر يقدر يقول لي الماتيريال دي يقدر يقول لي الضغط ده ماشي فيه قد ايه كميتها هو قد ايه البايب ده ماشي فيه قد ايه مية سرعة المياد ايه الميول بتاعتها فبيديني معلومات رهيبة جدا اللي انا محتاجها لإدارة المشروع وبتلاقي سعاد كثيرة في البروجيك كنترول معلومات كثيرة جدا فانت محتاج تنظمها فهنا البيم هينظمها لك بتراية قوية جدا زي ما هشوف مع بعض دلوقتي ايه هو البروجيك كنترول ببسطة جدا هو مزيج من المعلومات من عدد من العلوم ومن الفنون بيستخدم مع بعض عشان تنظم العمليات المشروع وعشان تنظم الانفراوركس وعشان تقدر تتحكم في كل حاجة في المشروع بذات لما يكون مشروع كبير ومعقد وفيه تفاصيل كتيرة وعوامل نجاح المشروع ان انا اقول ان المشروع ده نجح او فشل لقدر الله ان انت بتقدر تقدر تتحكم في الوقت والتكلفة والكواليتي لازم التكلفة متبقاش اكتر من الحاجة المحددة ومتاخدش الوقت اكتر من لازم ومتعملش كواليتي اقل من المطلوب لو انت قدرت تتحكم المعادلة ده يبقى انت كده عملت مشروع نجح لو جينا نبص على البروجيك كنترول بيلاقي ان هو جواحك كثير جدا بالله انه هو بالله 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 بيلاقي يعني البيم موجود هنا وهنا 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 تمام يعني البيم هيساعدني في ان انا اتحكم في كل عناصر مشروع او في كل مراحل المشروع يعني البيم بيبدأ معي من الاول خالص لحد ما هنهي المشروع واسلمه واسناء التشغيل وبعد ما احبه اهدم بحتاجه ان انا اجيه واعمل عليه اسموليشن اشوف وانالايز اشوف الممله ده هيتهدس ازاي وحكذا زي كده ويخل معي في كل عناصر مشروع يعني في الـ project resource الاغيه، في الـ controlled management الاغيه، في الـ stockholder management الاغيه في الـ project cost estimating الاغيه، قبل ما ابدأ المشروع هو بيقولي التكليفة المشروع هتبقى ديه وخلينا نقول ان البيم يدحى كبيره جدا، ويتقوم من عمليات ويتكلم، بتقوم من policy ويتقوم من سياسات، بتقوم من أشخاص يعني قصة كبيرة جدا، بس هو هنا علاقته مع الـ project control ان هو اداة لتحقيق ادارة المشروع. تمام? حتى لو بتقع البنزعله من نا ما زعلوش. بس هي الفكرة كلها فعلا ان هو هستخدمه عشان اعرف قدير المشروع. وبالنسبة لي هنا كمدير المشروع هو اداة ازاي اقدر اسيطر على مشروع وحقق النجاح وان انا اقلل التكلفة واقلل الوقت وزود الكواليتي. يبقى انا احقق معادلات ما اتحققتش قبل كده. باستخدام التكنولوجيا البن. طيب خلينا نشوف في طريقة التواصل العادية الحقيقية اللي احنا مرنا بيها طبعا ويعني وكلنا عاشنا للمشاكل ديت. ان ما فيش حاجة اسمها اطرافين بيشتغل في المشروع. لا ده في اطراف كتيرة بيشتغل في المشروع. في design team في construction team في ال owner team. في طبعا معماري وانشايا وكهروميكانيكا. في حق عناصر كتيرة جدا في subliers. اللي بيحصل ان ممكن واحد يبعت معلومة للاخر ومتوصلش للتاني يعني هو الطريقة التواصل العادية لاما امليات لاما بيبعت العربية معها مساعدة اللوح لاما. بيحصل ان المعلومة بتوصل لحد ومتوصلش لحد تاني فتلاقي المعلومة نقصة. تمام? انا ساعتها بشغال مع حد ولاي مثلا ايه واحد معدي بيقول لي معلش انا ما عندش طبعة في الموقع اطباع لدول لما كنت في المكتب فاني هو. فبصت اللي اللي واحد مش موجودة عندي طب انت زي ما وصلت ليش يعني ما عرفتها الصدفة. حصلت معي. ففي نوع من عدم التواصل فده لازم نلاقي له حل يعني. اللي اوجد البيم ان كان في مشاكل كتيرة موجودة في الطريقة العادية. فالناس لقيت ان التكنولوجيا دي بتوفر لها حلول قوية. وانا مفاكر دكتور هاني عمر لما كنت بتكلم معاه. فذكر ان هو لقى تقريبا ستة وتلاتين مشكلة حقية. وكلهم ادر يحلوهم من خلال البيم. يعني المشاكل اللي كانت موجودة ادر يحلها ويجد عليها من خلال البيم. من خلال التنفيذ الصحيح للبيم. لان لو استخدمتوا غلط اكيد يعني هيبوضك الشغل وممكن يفلك الشركة. تمام? لان انت مثلا ماضي عقد انت تسلم بيم وما سلم تلهمش بيم فعليك حاجات فلازم يبقى خطوة خطوة. هنتكلم في الموضوع ده ان شاء الله. طيب ايه المشكلة اللي ان كل واحد بيفكر مع نفسه وكل واحد بيبعت معلومة لحد ما بتشلحها دي تاني. ففي ناس بيمس ساعات بتتحايل على الموضوع ده انها اي حاجة اي معلومة كبيرة صغيرة يروح باعتها لكله. تكون انت مثلا سبلير بتاع الوجهة وتلاقي حاجات جاي لك في الكهروميكانيكا لما لكش دعو بها خالص. فالموضوع فعلا كان صعب جدا لما تسح الصباح تلاقي ميت ايميل. وانت عايز معلومة بس عارف المعلومة دي في انا ايميل فيهم دي بتبقى معاناة. تمام? اه البيم كولابريشن. كل عند موديل ومعلومات كلها انت اللي بيحتاج معلومة بيقدر يخط يعني الديكمنتيشن بيلاقي كل حاجة في الاناليز كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها بتلاقيها في قلب الموديل تمام? سواء مسلا عايز فور دي فايف دي الفابريكيشن. فكل واحد بيقدر يختروا المعلومات اللي هو عايزة الكاهرامالي كان principle بيخذ معلومات اللي هو عايزة المعمار بيخذ معلومات اللي هو عايزة المهتمة بالكثة والتكلفة بيخذ معلومات اللي هو عايزة. من بداية المشروع وحنا لسه بنفكر بنبدأ واحدة واحدة. كونسيبت تتتيل ديZ weight فكل الفوائد هنلاقيها من حلية المرحلة بتفعت مني او بقول لا انا الا بشتérثي نقطة المرحلة دي فاستضع ديığım المرحلة الجاية. معنا في كل المرحل. من اول من فكرة الحاد ما نصل الاخر. طيب خلينا نقارب بين الكاد والبيم الكاد كمبيوتر اي ديزاين والبيم بيلدنج انفرميشن مودلينج. ده شكل الكاد وده شكل البيم. البيم ما قدر اخد بارض منه نفس الشكل دوت. هو في العادي بيبقى 2D. ممكن يبقى 3D. هنا 2D و3D و4D و5D و6D الى ما النهاية. بيسموها ND. تمام? لان فيه في ناس وسط ال 12 و 13 و 14. safety والفصلة management والجرين بيلدنج. هنا عناصر صنية الابعاد. هنا انتليجنت اوبشيكت. عناصر متفاعلة معيك وزكية. هنا عبر انت بترسم خط ارك سيركل. هنا بترسم وولز ويندوز فلور وروف. فهنا العاصر كلها فهمة بعض وشغلة مع بعض كويس. الكاد انت بترسم الواجهة. بترسم السكادول. السكادول بتبدأ انت تتفعد تحصر. تخد لك مسلا ساعتين ثلاثة تحصر حاجة معينة وتكتبها. ولو حصل تعديل بتعدي الحصر تاني. او تضربه في اعلى الفرنس بتضربه. هنا عندك البروجيكت بتبدأ تاخد منه. البلان تاخد منه 3D. مجرد ضغط زر تحصل معلومات. اي تعديل بيتعدل في كل مرة واحدة. الطريقة الطبيعية في التواصل وطريقة البيم في التواصل. الطريقة الطبيعية في التواصل ان العاصر كلها. كل واحد فيهم بيبعت ايميل للناس تانية. فممكن توصل لواحد بتصرش حد تاني. دي دي مشكلة. هنا لا بقى الموضوع كله اه في موضل موجود وكلنا ببالينة اكسيز. لما واحد يقول لي لا انا بش هد اكسيز غير الفريق بتاعي والناس تانية مشتعرف بتحصل حاجة بعدها كده انت بش بتطبق البيم. لما واحد بيعمل واحدة في الشركة ويقولهم انتو عملوا موضل هيستلم في اخر مشروع. بس مفاصلين عن قسم الحصر ومفاصلين عن قسم كذا وكذا. ده بش بتطبق البيم. في ناس كده يقول لك انا انا هعمل مشروع. وفي شركة كده هقول لها تتعمل البيم بحيث في اخر مشروع تبعط لموضل بيم جاهز. كده انت بش بطبق البيم كده انت بش استفاد. او بعمل بيم وما فيش حد بيستفاد منه في قلب الموقع. كده احنا بش بطبق البيم. طيب خلينا نبدأ نشوف اهم حاجة في البرشت كنترول. واول ما جينا نقرف البي مبي استضمنا بيها واللي هي الوورك بريك داون استراكشر. هو اننا عشان اسيطر على المشروع ببدأ اسمه لاجزاء. المشروع باسمه الاريا باسمه باسمه بابدأ اسمه بحيث ان انا اوصل اصغر حاجة قدر اقسمها. تمام? طيب هل الموضوع ده بممكن يتمي من خلالك كاد? لا صعب جدا. صعب جدا لان انت مش تقدر تعمل على خطين وتقول له ده ده موجود في ليفل كذا في الابجيكت في الاكتيفتي في السب اريا في الاريا. مش تقدر تدره الرقم او المعلومة ديت. مش هادر اعمل على مستطيل وقول له المستطيل ده عبارة عن عن كولوم او عمود وياخد ده موجود في اني ليفل. ما شوفش حد يدري اعملها في الكاد. تمام? ان انت تعمل على حاجة وتدي له برامتر معين بحيث انه يزهر. انما في البيم ده موجود. وخلي باك ما زخناش اسمه برامج خالص واشنسكر اسمه برامج خالص ان شاء الله الا لو سهوا لان البيم فلسفة والتقنية وليس سوفت وير. سوفت وير ده جزء من جزء من جزء يعني هو جزء من التكنولوجي اللي موجودة في قلب البيم. بس البيم هو عبارة عن عمليات وبوليسي وتكنولوجي. فهو يعني سوفت وير ده جزء بسيط بما فيها كل البرامج اللي اللي موجودة تحتيه واي ان كانت شركات هي جزء. طيب. البيم بيفيدني ان انا ممكن اعمل على الحائط وقول له ده ده هياخد رقم كاسر. الرقم ده نفس الرقم اللي هو اخذه في البراموفيرا والم اس بروجيك اللي هو بيحدد لي ان ده اجتفتي فاني في عملي فاني اريا فاني ايريا فاني بروجيك. فبعرف كل المعلومات اللي انا عايزها بمجرد معمل على انصر دهو. فده فدني ان انا قدرت اسطع على المشروع. قدرت اعرف كل معلومة في اي وقت تعيس اعرف اي معلومة عن اي حاجة بسلكت ممكن نعمل فلتر ممكن نعمل اي حاجة بحيث ان انا ممكن اقول له ايزوليت الغلي اي حاجة مع ده العناصر اللي موجودة في ده 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 بيفدني كتير جدا جدا في الواقع العملي ان انا بقدر سيطر على المشروع بيفدني اكتر في موضوع التعاون او في موضوع مشاركة المعلومات او في موضوع ان كل الناس اللي عندها صلاحية توصل لسري دي موديل بتدار تتعاون وتدار الطول مثلا ده في حاجة معينة عايزة ما فيش حاجة سماء معلومة نقصة ما فيش حاجة سماء معلومة بيجي لي متأخر المشاكل دي خلاص تحلت بقى السايت مانجر بيقدر يوصل للموضوع الالكتر كالاونر الشينال كونتراكت السب كونتراكت كله بيقدر يوصل المشروع بيقدر نتعاون نحو الهدف طيب في التراكة التقضلية في التواصل كان بيباع عندي مشاكل كتير كان كل واحد بيباع شغال لواحده ففي واحد بيسأل سؤال بيقول انا عندي مشكلة في كذا عند مشكلة في كذا انا بش قادر اوصل على الحاجة معينة المعلومة دي رقمها كام لينك انفورميشن انتو ماي موديل فور اكمبيليت بيم هندفر ديزن تيم حتى لو هو شغال ببرامج البيم بس هو ما عندهش تكنولوجيا او ما بش فاهم تكنولوجيا البيم برضه عنده بعض المشاكل لو احنا طبعا البيم صح هنلاقي نفس الناس اللي هاتو كونترول الف اي والورك فلو والكوميشن والساب متل والهندفر وكل حاجات دي موجودة تمام بس بطريقة التواصل اسرع وانضف بمعنى انه بقى هوا حاجة موجودة في النص وكل المعلومات اللي انت عايزة بتقدر اتخذها من الموديل دي على طول اي معلومة انت عايزة بتلاقيها في تنظيم للمعلومات بتلاقي او ام بم اي افي سي كوبي ناتف موديل داتي تقدر توصل لها تقدر تحصل على المعلومات بتاعتها معاكل الموديل سري دي حتى لو في سيكشن باش موجود تقدر انت تاخد سيكشن وتاخد المعلومات انت عايزها الجداول موجودة يعني في اكواد بتحدد كل واحد يحصل على معلومات ازاي اقدر مسلا عندي حد مسلا زي 코ست كنترول مسلا ما بيفامش في موضوع نبقى فانا بعمله سكادول بقل بس افتح الدوت هتلاقي المعلومة اللي انت عايزها اوبتيتت يوم بيوم مش لازم انا ابعدت تهريك كل يوم فالموضوع بيفريكتير جدا في البيم وقدر اخد في الايخ خالص اوبن بيم هند اوفر طيب دلوقتي بسنا تعالى نشوف مثلا في موضوع ده المهندس وده البيم كوردينيتور اللي هو بيعمل update على الموديل وبيرفع على اكونس اكونس ده نقدر نقول بلاتفورم ممتاز جدا بينظام للعمليات بعرف من العمل update من العمل تحديث في كزا فولدر عندي وورك ان بروجلس فولدر للشيرد يعني في فولدر اللي فريني عمل شغال فيه في فولدر اللي قادر شاركه مع الناس اللي شغال معه في الشركة وفي فولدر تاني اللي قادر للناس اللي برا الشركة وفي فولدر ففيه محدد صراحات معينة من اللي من هنا لهنا ان شاء الله نتكلم عنه بتفصيل في فيديو اخر يعني هو بيعمل update فبيوصل للبيم كوردينيتور بيبدأ يشوف ويراجع الموديل ويشوف لو في اي مشاكل خالص ويبعت للشخص ده يقول له خلي بالك في كلاش عندك كذا كذا من اللي عنده تعديل يعني ممكن يكون مسلا منصب عماري ما عندهش حاجة يعديلها بس الامي بي عنده حاجة يعديلها فهو بيحدد من اللي يعديل حاجة ديت فهو بيعدل واوتوماتيك يروح بعد تاني تلاقي الموضوع خلص على طول ده شغال على سوفتوير نمزجة وده شغال على سوفتوير الاكتشاف الكلاشيت ولو اكتشفت حاجة خلص يعتبر كده انت توصلته نفس الحال ده عندي الكونتراكتور وعندي ديزاين انجينير هو مسلا عنده اي اي مشاكل بيبعت يقول له انا عندي مسلا اريفاي فاول ما توصله بتوصله بتفصيلة الماكنة بالرقم بتاعها فسهل ان هو اول ما تدوس عليها يعرف الشركة اللي عملتها والتفصيلة بتاعتها ويقدر جيب جدول التركيب بتاعها مجرد ان هو يعمل على العنصر عرف كل المعلومات اللي هو ممكن يحتاجها تمام وفيه التكنولوجيا موجودة بحيث ان هو وانت في قلب الموقع بتروح عمل بالموبايل كده فتعرف مجرد ان انت صورت الماكنة او صورت اا الافتة اللي موجودة على الماكنة اللي هي التفصيلة بتاعتها او الكود بتاعها بتلاقي عندك وصل لك المعلومات كاملة اللي خاصة بالماكنة والتركيبها ازاي فبتروح ده الزرار ده بيبعت المعلومات دي للموديل عند المكتب بتاع ديزاين فيعرف يتعمله update على طول يعني المكنة موجودة بابعاد معينة بينما اللي وصلت الموقع فيها اختلاف فيتعملها update اوتوماتيك من غير ما حد يدوس مجرد انها وصلت للموقع والمهندس شافها وعمل كليكة على البر كود يتعمل update في الموديل فيبعى عندك اخر معلومات موجودة في الموقع فده هيخليلي ان لوح الديزاين هي لوح شوبترونج هي لوح الاسبلت مفيش اختلاف كبير بين لوح الاسبلت واللوح اللي هم نعملها من خلال الليزر سكان هنا هيستلم الار اف اي داس على المعرف المعلومة بجرد ان هو عمل كليكة على الابجيكت اللي عنده فخلاص خادر المعلومة ويروح بعيدها للcontractor هي خلاص كده مشكلة تحلت ما بتاخدش وقت خالص ما بتاخدش ايام انا بقدر اتحكم في الوقت ازاي من خلال البيم ان انا يعني اول حاجة المشاكل كلها تحلت بتحل اثنان التصميم فما بتاخدش وقت انما اثنان الموقع لا ركب وشير واستنى بقى لما المصورة دي اعملها وهتسلم واطلع وحل وكسر وطبعا ده بيهالك كتير فده بيخسرني وقت كتير جدا انما لما تحلع كمبيوتر وانا اعمل الحل وحل المشاكل في البيم اقلب كتير من الوقت اللي بياخدوا التكنولوجة الاخرى زي الكاد لا خلاص بقى الموضوع بقدر اتحكم فيه اخطر في الوقت بيقل كتير جدا وبعارف الوقت ايه بالزبط بقدر سيطر على الوقت التاعي قال له اعرف كل العملية تاخد ايه موضوع الفابريكيشن باش ياخد وقت خالص موضوع الحصر باش ياخد وقت خالص موضوع اكتشاف الاخطاء في كلاشات ما بياخدش وقت خالص اللي بياخد وقت التعديل في الموديل وبياخد اقلم كتير من المكاد ففرق كتير جدا مع معنا جدا في الشهر الحقيقي يعني همش بنتكلم على الحاجة النظري بموجودة في الكتب لأ هم نكلم على الحاجة بقى لنا ستين بنستخدمها تمام محدش يستغرى من كلمة السنين انا بقى لتاري مع عشر سنين التكنولوجيا موجودة من من الف سمائة وسبعين يعني اول واحد اتكلم في التكنولوجيا دي من الف سمائة وسبعين ولحبايا نرجع تاريخيا وبعد كان نكمل البرزينتيشن هنلاقي ان الفراعنة وما بيبنوا او المصيرون القدماء بقى لاشكلمت الفراعنة المصيرون القدماء وما بيبنوا الاهرامات عملوا بيم عمل موديل نموذج في كل المعلومات كلفهم تقريبا تلت تمن الهرم اللي تبنى عملوا هرم صغير كده ومن كم يوم كده كانوا بيهدوا فيه نحن نكونوا بيهدوا فيه المصيرين الحديثة هو ما اللي بيهدوا فيه فالهرم دوت كلفهم كتير بس لان ده مشروع قومي للبلغ كلها فكان لازم اعملوا تجربة تمام لما جينا نبني سد العالي مستطلناش بيمة بس عملنا سد تاني بحيث نجرب نشوف هالميا لان ما نفعش اي غلط في النموذج في الممنى الحقيقي لانها هيغرق الدلتة كلها فعملوا حاجة تانية كلفاتهم تقريبا تلت تمن الحاجة ديت بس كانوا تفاكرة كلها ان هو يتأكد من سلامة المشروع اللي هاملوا طيب نكمل دي من ضمن المشاكل الكبيرة جدا في الشغل وهي ان انا عايز احدد تكريفة المشروع الواقع العاملية فيه بمشاريات كتيرة يعني بالتليفون كده والله انا عنده ده ناس اللي هي الواصلة اوه انا عنده مشروع كزا تاخده بكام باخده بالمليون طبعشان خاطري خلاص من مليون الربع حاجة زي كده انا انما في الحقيقة في العادي يعني بيبقى فيهم نقصة فانت عايز تحدد تكلفة فانت خايف تحدد مبلغ كبير المشروع يدي عمينا وخيف تحدد مبلغ صغير فتلاقي نفسك المشروع بش جايب همه او خسرت فيه فموضوع تحدي التكلفة ده بيبقى سهل لو المشروع ده انت عملت حاجة زي قبل كده يعني لما انا كنا عملت فيلا واتلب مني فيلا تانية سهل ان انا عملها خلاص انا عملت الفيلا ده قبل كده حتى لو فيه اختلاف فيه حمام السباحة فسهل ان انا عمل حاجة في التقريب سهل ان انا قاعد حصورها مفيش مشكلة عندما لما يكون مثلا مشروع ما عملتش قبل كده يعني مثلا حاجة زي ناخد اي مشروع مثلا برج خليفة او البرج بتاع الرياض او المتحف حديث مثلا زي المتحف قطر القوبي حاجات ديات مشاريع دي ما عملتش قبل كده وضخمة باش سهل ان انت تخمنها فبتاعد تعمل عناصر بتاعتها فبالكد فعلا بياخد منك وقت كتر جدا فيه بعض المشاريع عادنا اسابيع مجرد بس بنحصر الحاجة بعد وقت الراسم والنمزجة لا فيه وقت للحصر العناصر تيت ففعلا بياخد وقت كتر جدا مننا لا دلوقتي انت بتركز على الهندسة والنت تعمل الموضل مصبوط ووتوماتيك الحصر بتعمل يعني ما تبذلش اي جود نهائي في الحصر بتلاقي الجدول جاهز كل ما بترسم حاجة بتعمل وبيبقى موجود في التنبلات وفاضي كل ما بترسم حيطة بيبدأ يقولك انت عندك كم حيطة فالموضوع بقى اسهل مما يمكن بالنسبة للكوست استيميتينج فده بيديني الشجاعة ان انا ادخل المشروع وانا واثق انت هيكلفته كذا والربح بتاعها كذا فبقدر حدد السعر اللي فعلا انا شايف ان هو مناسب للمشروع دوت الكواليتي ما فيش اي مشاكل خالص والموضوع ببقى لزيز جدا في موضوع الكواليتي لان اولا فيه تبادل للمعلومات سريع جدا الكوردونيشن خلصت اثناء التصميم فما فيش مشاكل في الموقع الريسك مانجمين تقلق تير جدا الحاجات واضحة اتحل في الموضوع كله بقى خلاص لزيز بتحس ان انت مستمتع بالشغل بقى فيه متعة ما بقاش فيه المشاكل بتاعي كل شوية لا ده فيه كلاش فهضطر ان انا اوقف شغل شوية طب انا خلاص ازا انا في الوقت فهنيك على حساب الكواليتي يعني المشاكل دي خلاص ما بقتش موجودة كمان بما ممكن يفيدني في ان انا اقدر بكل سهولة اعمل كذا موديل وابدى اجرب عليه ممكن مثلا لو غرض شكل مبنى كده لو خليته كده طب لو خليته على شكل هرم طب لو خليته ابدأ اجرب الحاجات دي كلها واشوف اعمل اناليز سواء من ناحية الحرارية او من ناحية المناخية او من ناحية الانشاء الحاجات هيستحمل قد ايه ممكن لو انت غيرت شكل البابنى او غيرت اتجاهه ليه بيوفر لك 30% من الطاقة حاجات زي كده ممكن مثلا من تعمل مدينة فالهوا جاي من حياتها يخلي الشارع في اتجاه الهوا تمام فده هيخلي الهوا الجو افضل ولا هيخلي الممنى بيفك الطاقة فبابدأ اجرب وابدأ اشوف الموضوع دوت الموضوع ده بيفر كتير جدا جدا في الممنى بعد كده بوصل لافضل شكل ممكن مثلا تحتاج ان انت تسمم فيلا فتلاقي الفيلا بعد ما عملتها الرجل المتدايق فتعمل فيلا تانية تلاقي الجو بقى افضل تعمل الجو واحد تالتة فلو انت بتعمل الحاجة هيكلفك كتير تمام لو انت بتعمل مثلا ميدي فيلا فكل مرة بتجرب لا هكلفك كتير جدا انما لو بتعملها على الكمبيوتر وبتدى تجرب فبشكلفك حاجة خالص هو مجرب بس مرتب راجل الغالبان اللي شغال دوت بيديني مستخدام التكنولوجيا حديثة بيبدأ يديني حلول بتوفر لي في التكلفة وفي نفس الوقت بيزواد لي فيه الانتاجية لجوستيك بيلان شورت تيرم برو برغرامنج اند لجوستيك بيلان بابدأ حط خطة وبتغير خطة دقيقة لانها عند المعلومات الكافية اللي تخلينا قدر انظم واتحكم في المشروع بابعارف الحاجة ده تخلص امتا وتعمل امتا لو احنا نتكلم مثلا على البرومافيرا مثلا او المسي بروجيك ان انا افهم الحاجة دي هتلاقي تاخد مني وقت كتير جدا ان انا احل المعلومات وحطت لي بار وببدأ شوف دي هتخلص امتا وده تنتهي امتا ان انا احاول ان انا استوعب الموضوع ده ممكن ياخد مني كزا يوم اقول له طب سيب لي الورق دوت وسيب لي البرنامج وانا هسرح فيه مع نفسي هياخد مني كتير انما ممكن تعمله سيموليشن على برنامج من برامج السيموليشن الفور دي تلاقي الموضوع شعلي جدا تلاقي الموضوع النواب يظهر قدامك كده كأنك تفرج على فيديو يعني تبدأ تشوف فتلاقي مسلا في فترة من فترات ما فيش شغل في فترة تانية كزا ما كان شغال في نفس الوقت فتبدأ تحلل المبنى تقدر تعرف يوم كزا وصل لكزا وتقدر تعمل بعد كده تقول والله تعالى نقارن بقى بالحاجة الفعلية والحاجة اللي كان مخطط لها الاكشوال والبلان فتبدأ تعرف ايه الحاجة الصحة او ايه الحاجة الغلط لا احنا متأخرين ان احنا سابقين الحاجة دي ما بتحصلش معنا لا اما متأخرين فبيديني قدرة ان انا المعلومات بتديني قدرة على السيطرة على المشروع وبقدر ان انا ازود التوقع بتاعي او للحاجة انا منتوقع ان الحاجة دي مثلا انت خلص امتة التنبؤ بتاعي هي خلص امتة ويبقى متوقع من قبل ما ابدأ المشروع شكل المشروع هيبقى عمل ازاي فهيبقى من قبل ما نبدأ احنا متخيلين الحاجة تبقى عمل ازاي واعدين مع المالك ونبدأ نوريه فهو لو عنده اي اعتراض يقدر الكلام من اولها ما جيش في اخر مشروع ويعدد فبيفدني جدا جدا في ان انا بتنبأ او بتوقع او بعارف كل حاجة تحصل بعد كده طيب لما نجي نبص على المقارنة بين البيم والكاد بيلاقي ان البيم بياخد وقت اطول شوية في بداية التصبيب في الدزاين بس في وقت الدكومنتيشن خلاص مش محتاج ان انت اخد وقت في وقت كوردونيشن مش محتاج ان انت اخد وقت وفي العملي البيم بيخلص قبل كادب كتير لما تجي نبص الاحصائي ده انا واخده من موقع اوتو ديسك بيقولي في الاسكماتيك ديزاين اللي كاد مسلا بياخد 90 ساعة في البيم بياخد 90 ساعة في الوافرنا 100 ساعة ده ده مشروع حيي ده هم عمل مشروع حيي وشافوا الوقت بوافرها ديه تمام وطبعا كل ما يكون الفريل اللي معك خبرة في البيم بيكون وقت اقلب كتير زي كده لما يكون معك ناس خبرة بيكون الوقت تقلب كتير في انت وفر 53% من الوقت مجرد ان انت اعتمدت على تكنولوجيا البيم وليس الكاد ديزاين ديفلوب منت في الكاد مسلا لما اعملوه اخد 400 ساعة في البيم خد 22 ساعة فوفر لي ماتين وستاشر ساعة يعني خمسين في المية كونستركشن دو كومنتي دو كومنتيس وفر في الكاد كان الف تاتة وعشرين في البيم طبنمية وخمستاشر فوفر ماتين وثمانية وفر عشرين في المية في الاتشيك اند كوردنيشن مية خمس سبعين في البيم خدستاشر ساعة بس فوفر ماتين وخمسين ساعة يعني واحد وتسعين في المية من الوقت واحد وتسعين في المية من الوقت فالتوتل ان الكاد كنا شغالين الف ١٢٢٤ في البيم اشتغلنا الف ١١٤١ طبعا الوقت ده معنا فلوس فلوس بتدفع للعمال وفلوس تدفع للمهانسيين وفلوس بتدفع قهراء واجار وحاجة كثيرة فالاعتماد على البيم زاد نوع بيديني فوق كتير جدا يعني هو وفار لوقت وفي نفس الوقت اداني حاجة كتير جدا ما كانش كاد هيدهي لي الفور دي والفف دي والسيكس دي والسيكس دي والسيكس دي والسيكس دي والأيت دي خلي ايه برضو بنقول للمصرحات دي معناه ايه الفور دي معناه بعد الزمن بحيس ان انا شوفه الممنى وهو بيتبني تمام يعني انا قاعد كده ببص اراقي الفيديو اللي بيطلع عليه عبارة الارض بتحفر وبيبدأ الاسات تظهر بيوم معين يعني مش مجرد بس شكل اناميشن لا ده بيقول لي بس في يوم كزا الاسات هتصب في يوم كزا هنبدأ نحط الخلصانة في يوم كزا نبدأ نحط العندين فبعارف التاريخ بالزبط الفف دي اللي هي تقدير التكلفة وبش مجرد تقدير التكلفة خلاص ده هو مش بيقول لك انا عندي كان باب الباب بيكلفني الف جنيه لا ده هو بيدخل يقول لك الباب دوت هياخد مثلا ثلاث ساعات شغل من العامل فالعامل يوم كزا فياخد كزا في محتاج كم مصمور ومحتاج كم صمولة ومحتاج كم افل مثلا او محتاج كم تلباس او محتاج كم يعني بيجيب لي كل التفاصيل لكل حقف المشروع وبحسبها لي بدقة كبيرة جدا فبقدر ادخل وانا واثق ان تكلفة تبقى كم الفيش والسيموليشن اند اندر اندرساند اوف بروغرام شينش من ضمن حياتي كواسي جدا ان انا بفاهم وبعامل السيموليشن وبفاهم تعدادات المشروع وبفاهم المشروع ده وصل لفين وكل حاجة موجود في المشروع ببدا انا فاهمها ومساطر عليها وده ما عندك المعلومات يبقى انت كده تقدر تدير المشروع يعني اهم حاجة في الادارة ان كنا عندك المعلومات اللي انت محتاجها وقت ما تحتاجها لا زيادة اكتر من لازم ولا اهل من لازم ريديو سيفتي ريسك ايه ايه علاقة البيم بالريسك طيب مبدئيا مبدئيا بمجرد ان انت قللت عدد ساعات الشغل في الموقع فانت كده قللت المشاكل وقللت احتمال تعرض العمل الخطر تمام يعني من دمن الحاجات السيئة جدا ان في حوادث كده بتحصل وبتحصل كتير في اسناء عادة العادة الشغل ان انا عمد حاجة غلط في بعيدها وبتاع لا مخلص احنا قللنا الوقت اللي بيبذل في ان انا بجرب حاجة وبعمل حاجة وبشيل وبحط فده اصف ان عدد الحوادث قلب بكتير الحاجة الثانية هو في حاجة كترة جدا على فكر كل نقطة من دول في حاجة كترة جدا بس احنا بنحاول نختصر وبنركز على المطاعة الحاجة الثانية برضو في مطاعة السيفتي ديت ان انت بتبقى عملت سيموليشن الحاجة عارف الحاجة دي هتبقى موجودة فين وممكن تعمل محاكاية يعني ممكن تقعد واحد كده على الكمبيوتر وتحط له جهاز اجمان تدرها في جوال الريالتي بحيس ان هو يبقى متخيل حاجة تتعمل ازاي فيبقى ورايح وواصف منها وعارف تتعمل ازاي وعارف تتركب ازاي يعني لو حاجة صعبة خلاص موجود الموديل فتقدر توريله هاي هيعملها ازاي فتتعمل افضل بكتير ممكن ان هو ماشي يبقى معا الحاجة فاعرف الحاجة هتتتحط ازاي من خلال الموبايل او من خلال الايباد ممكن اعمل محاكاية للمشاكل ممكن تحصل يعني ممكن امسك دور من الدوار واقول له افترض لشخص واعمل شخص موجودة هوت وقول له مشيلي في المبنى من كل اتجاهات فيقعد يمشي والحدة ما يقع فيقول لي خلي بالك المكان ده مفروض يتعمله صور فانا كنت تشغلت في موقع بكده وفي كذا شخص ويع في حاجة وماتل الله رحمه كلهم جميعا فالواح كان زعل فباستخدام البيم بتبدأ تشوف السيموليشن للحاجة طب اخلي بالك ده هنا المكان ده في مشكلة اعمل له صور اعمل له كذا اعمل كذا السلم ده في مشكلة يعني بيعمل محاكاية بيقدر يقول لي فين المشاكل اللي موجودة عشان اتجنبها فده من ضمن الحاجات الكويسة جدا جدا يعني انقاذ الارواح من اول مرة نقدر نقول الفتس فيرس تايم ان انت خلاص لما بتنزل الموقع بتقدر تدير المشروع من اول مرة ما بتقدرش تقول لي لا اعمل كذا لا لا بعد ما ركبت لا ده ازاي ده ما مفروض الحاجة ده هتتصمم بالترافة فلانية شيل وركب تاني يعني شفتنا بكذا في المشروع ان بعد ما صبوا القمرات وقمرات كانت مستشفى من المستشفيات بعد ما صب القمرات جاي يركب الداقطات فاكتشف ان داقطات واكلة لقمرات كلها وبشان فاعزل من تحتيها تبقى اوطم مئة وسبعين فاضطر ان هو يكسر القمرات يعني الفتحة بتاعت التكييف قد الكاميرا فخلاص اعتبر كلها ما لاش لازمة وده طبعا اعمل حساب كتيرة والموقع شغال فانت بتعمل حسابات وموزنوه كانت مشكلة جامدة جدا فخلاص الموضوع ده من خلال البم انت تبقى عارف المشاكل كلها وتحلها قبل ما تبدأ تشتغل في التنفيذ موضوع كلاش دي تكشن ده من دبنا حيات كتير قوية جدا في موضوع البم ان انت تكتشف المشاكل الموجودة فين موضوع انت تكتشفتها خلاص هتحلها هتجيب دايمين تجيب دا شمال تحرك دوت تطلع بدا سنة وبعد كده تليف يجيبوا هنا ايجاد المشكلة يعني تقريبا خمسين في المئة من حل المشكلة انا مبنى شغلت في مشروع يعني فكذا مشروع يعني بس هو كان فيه كان مشروع املاق كده اللي يعني بدون زكرا سامي كان مبنى الدارة القطرية اللي هو عالكورنيش دوت ومبنى المتحف كانت مشاريع ضخمة جدا فكان من ضمن الحاجات ان انت بتحقل المشكلة في مكان وبيأثر على مكان تاني يعني في الطرقة مثلا انت لقيت داقت خبط مع كيبل تريف حركت الداقت فأثر على حاجة تانية انت كنت تفحصتها وتأكدت انها سليمة انا كنا بنعمله في الكاد كنا بالوهم كده نشوف ايه المكان اللي فيه كذا حاجة جنب بعض ونبدأ ندرس الارتفاعات وناخد سكشن كان ممكن نقطة او ما كانت صغير ياخذ منك مثلا خمسة تساعة ساعات لان انت عايز تدرسه تمام من خلال البيم في الثانية اتحلت كان فيه برضو في مشروع بدون ذكر اسامي خالص عشان يعني سرية المشروع كان مستشفى السلام ونحن شغالين قالونا عايزين نتأكد ان مفيش حاجة اقل من 180 سنتي يعني مش عايز اي حاجة اقل من 180 سنتي فلو جلنا نعملها بالكاد هتعمل هي تعمل سيرش على 180 مفيش ممكن ممكن غير كده ممكن فالموضوع كان هاخد وقت في ثانية روحنا مغيرين الفيورينج في السوفتوير اللي نحن شغالين به من برامج البيم غيرنا الفيورينج ونالو خلي الفيورينج من الارضية لحد 180 مش عايز اي حاجة اقل 180 فلاقينا اربع نقط بس هما اللي ظهروا قدامنا فعملنا علينا سرية وبدلا ندرس ازاي نرفع الضغط او نرفع كيبل تري او نرفع البيب المشاكل كلها تحلت في خلال تقريبا ساعة انما اصلا لو بالطرقات التقليدية كان ممكن ناخد مننا كذا كذا يوم عشان نعرف اماكن المشكلة فالموضوع فعلا 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 عن تجربة يقول لك اسأل مجربة للصالة الطبيب فرق كتير جدا معنا اغلب الاحصائيات بتقول ان سعب يوصل لسعب 50% وبكلفنا مليارات كل سنة على مستوى العالم اللي هو ان انت بتعمل حاجة وبعد كانت تقصر زي ما اقولنا موضوع كانت ضغط كانت خبط مع الكاميرا فانتران ان نقصر فكان موضوع مشكلة موضوع ان انت بتعمل فبتطر ان انت تقطع حاجة وتلاقي حاجة ازياد سواء في الحديد او في التكييف او في اي حاجة بتقطع حاجة وفي الاخر بتلاقي حاجة زيادة نقصة بتلاقي ان انت قطعت بش زي موجود في الموقع الحاجات دي كانت تفرق كتير لانها من دلوقتي من خلال التكنولوجيا البيم بنعمل شغلة مظبوطة فالمشروع باشفي هالك بالقدر اللي موجود انيك يعني بدلا ما كنا في هالك سواء خونسين في المية ممكن نقول ايه غزبنا عندنا اثنين في المية ثلاثة في المية اربعة في المية فوفرنا مبلغ كبير جدا من تكلفة المشروع بروكيورمينت بيم او يعني انا بنتكلم على موضوع السابلاتشين وهو موضوع الموارد وده موضوع ده خلال نوضح المشكلة بتحصل من ايه ان انا ببقى محتاج مثلا البواب في اليوم الفلان يعني انا خلص شغل الحوايط ومحتاج ان انا ركب البواب مثلا يوم عشرين مايو فلو جات لي واحد مايو اثنين مايو تلاتة لو جات لي في الايام في الاول قبل الشهر محتاج ان انا دور على مخزن كبير واقجر مكان اخزن في الحاجات تمام وده هيتكلفني كتير لو جات لي بعد كده الشغل متعطل يعني لو جيب مثلا في شهر اللي بعدين يبقى انا عندي شهر كده لعمال مش قادرين اشتاغل مش قادرين انكمال الشغل لان الحاجة دي نقصة عندي مسلا مكنة المفروضة تيجيه تمام مكنة جات قبليها فمنطر ان انا دور على مخزن ممكن يكون مخزن ال عندي وكل مشروع بليه مخزن بس يمكن يكون المخزن يتملك فبحتاج ان انا دور على مخزن ومكان ادور في اخذنا فيه الحاجة. طب لو اجيب بعد كده الشغل متوقف. معنا محتاج ان انا اوصل الحاجات بتاعت بالمكانة دي فالشغل كله متوقف. مؤاكيد كل حاجة متراكم على الحاجة تانية. ستارت اند. كل العملات بتتعطل بسبب ان انا مش عارف الوقت هيجي امتا. انما من خلال بهم انا ببقى ما فيش وقت مهضر في موضوع الكلاشات اللي اسنان الموقع لأقول له اسنان ديزاين. ببقى بعرف من خلال المحاكاة او سيموليشن ان الحاجة دي هتيجي يوم كذا. فحددت الوقتفل مع المقاول. بص انت هتجيب لي حاجة يوم كذا. مع السبلاير. هتلي الحاجة يوم كذا. انا محتاج يوم كذا. فهو بيزبطها ويبعث هالي. اهم حاجة في الموضوع ادارة المشروعات. او 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 فبنلاقي فعلا ان العائد بيوصل الى 94% واكتر واحد بيستفاد. اكتر واحد بيستفاد اللي هو الانر. تمام? البيم فايدته اسناء التصميم. مع كواسي جدا. يعني ناس بمنباهرة باسناء التصميم. بس هو مقارنة بالتنفيذ. لا التنفيذ بيفيد اكتر بكتير. لو ده مرة ده عشر مرات. اه لو احنا بنتكلم عن الوبريشن. لا في الوبريشن 200.200 مرة. لان انت سيطر على كل حاجة في المشروع. بدي تبدأ تربطه بالتكنولوجيا اللي هي الادارة بتاعت الحاجة. اه فبتدر تحكم في المشروع تدر في اي وقت تعرف المشاكل الموجودة في ان اجي لك اه تحذير كده خلي بالك في الغرفة الفلانية تكييف بويز. خلي بالك في المكان الفلاني في حاجة محتاجة تتصليح. وممكن في بعض الحاجات بت مجرد ضغط الزر تروح مصلحها. يعني ايه فيه له افتاحها تاني. الراوتر ايفل انا بتصل بتي داتا يقول لك ايفل الراوتر افتاح تاني. فاتيفل الراوتر افتاح تاني من خلال الموبايل. فتحل مشاكل كتير جدا. والساطر على المشروع كله من خلال التكنولوجيا البام. اثناء التشغيل. اللي هي البام بام بوم. تمام? اللي خلال مرحلة دزاين مرحلة البلد ومرحلة المانش. مرحلة زاين لو انت بتوفر واحد دولار. بلدنج انفرميشن موديل. هتلاقي في البلدنج اسيمبلي موديل. هتلاقي نفسك بتوفر عشرين دولار. فمرحلة ادارة المشروع. بلدنج اوبريشن اوبتمستيشن موديل. هتوفر ستين دولار. تمام? واختر من كبه كتير. لان انت بتقدر سيطر على مشروع. وما بتحصلش شكوى من الناس اللي ساكنة معك في المشروع. تمام? up to ايه المخرجات من البيم? كل اللي انت عايزه. عايز التيل ماشي. عايز ماشي. عايز سريدي ماشي. اسقد ولات ماشي. كل اللي انت عايزه. الموديل موجود تقدر تاخد منه كل اللي انت عايزه. عايز تعمله تعمل ما بشي اقول لا هو الراجل قويس يعني ما بيعتردش. الا حاجات اللي حياتة اللي حياتة نخرجها ممكن كل اللي انت عايزه عايز عايز تعمل تست عايز تعمل ديزاين عايز سورفشن بلايان سبسكيشن انا مسلا كنت شغال في شركة مش شركات بدون ذكر اسامي يعني يوسي وكان بيجي لنا مسلا بتاع السيفتي طب عايزين نصمم اللوحة تاع السيفتي كان بيجي لنا بتاع اللوجستيك صممونا روحة اللوجستيك فسواني كنت بطلع اللوحة ونروح شايفين ببعض الحاجات كده المخارج تتجاب منين السيفتي تتجاب منين اللوجستيك بنشوف الاماكن اللي هتحط فيها الحاجات ازاي ونعمل للحاجات ونتأكد ان الحاجات في اماكنها مظبوطة ان الكرين هيغطي المنطقة كلها يعني كل الحاجات دي سهل جدا وممتع ولسيس بقدر اشغل الموديل من العلم سواء من بي سي تابلت سمارتفون تقدر تاخد منه ديم اس تقدر شغل ديرفير سيستيم المعلومات تقدر تاخدها باي شكل من اللي انت عايزه عايز صور ماشي عايز اكسل ماشي عايز وورد ماشي بيدي اف ماشي داتفز ماشي كل اللي انت عايزه هل في دول بيطبق البيمو اللا اقا لو جانا نبص على الاحصائيات ديات من امسي جرو هيل كونستوراكشن انلاقي ان اليو اس كانت بتطبق في الفين وثلاثة عشر خمسة خمسين في المية قافزة لاتسعة سبعين في المية اه لو بصنا مثلا بريطانيا تماما عشرين في المية الستة وستين في المية من الفيون وتحتاشر فيو مسمفتاشر سنتين البرازيل كان 24 في المية بدها السبعين في المية مع العلم ان في بعض دول خلتوا اكباري اليو كي اكباري من اول ابريل الفينستاشر فرنسا كان اقوله هيبقى في الفينستاشر بس ريجو قال لك لا اخليها بعدين لسه هيعملوه اليو اس هو ما قال لك حمش نخليه اجباري. بس هو لازم نعمله على استثناءه حق الاجالة القادمة. في بعض الولايات في امريكا قدت لك لأ لو انت عايز سلام حاجة لازم تكون بعض الولايات وليس امريكا كلها. ده الرجل الشي غالب طرية العادية فالتكنولوجيا الحديثة. انه هو يكتبه مرة واحدة وتقرر بقى دي دي مستنت تروح لتكنولوجيا الحديثة. ده استبيان هل الشركة بتاعتك بتستخدم البمي في شغل بتاعها ولا لا? اي حد عنده سؤال يعني اتشرف بان انا استقبلها وان شاء الله حاول اجاوب عليها ولو انا معرفش اكيد هرده ولكن انا وهسأل حد يكون يعرف. دي كتبه انا استعمل بيها اكيد طبعا البي امي بوك والده الكود البريطاني البيس 1290 والبيم تاسك جروب سكوب سيرفيز اف انفرميشن مانجي منت دي من حكاة الافادة الواحد. الف شكر الف شكر الفريق الاعدادة المؤضمر ولحضرتك ومشكر ان انت استحملت الغد دلوقتي موانيش طولت عليكم. جزاكم له كل خير. والف شكر وسعيد جدا جدا بالمشاركة في المؤتمر دوت وسعيد اكتر بالاستماع للاستاذ ذاتي في المؤتمر دوت.